بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله هنبتدي مع بعض الجزء السادس من الفصل الخامس لمكره هندسة البرمجيات في الجزء ده يا شباب إن شاء الله هنتكلم عن السيكونس دياجرام أو دياجرام التسلسل شوف مع بعض كده بنقول السيكونس دياجرام ده جماعة بيعبر عن التفاعل ما بين الأكتورز ومين والأبجكتس جوه النظام وإحنا عارفين إن الأكتورز دوله خدناه قبل كده وقلنا ممكن يكونوا بابل أشخاص أممكن يكونوا إيه فاكرين رفو عليك صح ممكن يكون سيستم مش كده جميل نكمل كلامنا ونقول إن السيكونس دياجرام برضو بيعبر عن حالة لحظية لدياجرام يوس كيس متخيلين يعني اعتبر إن قدامك يوس كيس دياجرام وده بيعبر عن حالة لحظية جزء لحظي من هذا دياجرام بس أكيد له قواعده التانية في الرسمة يا جماعة مش أكيد له قواعد أخرى يعني طيب تعالوا نشوف بقى سيمبل رولز قواعد بسيطة جدا في الرسم له بنقول إيه أنت ممكن ترسم الأكتورز زي ما احنا متفقين على هيئة شخص مش كده ونرسم الكمبوننت على هيئة مستطلات طيب الشخص والمستطلات تحتهم زي ما انت شايف كده خط منقط ضد بيمثل إن إيه ها إن هذا الكمبوننت أو أكتور طيب التفاعل المتسلسل خليباك من الكلمة سيكوانس التفاعل المتسلسل يرمز له برمز إيه أرو سهل وهذا يعني إن الأكتور رقم واحد طلب خدمة من الأكتور رقم اثنين ويتفاعل معها طيب إيه كمان ممكن الأكتور رقم اثنين دهوت أو الكمبوننت رقم اثنين يتفاعل مع الكمبوننت رقم ثلاثة عن طريق برضو ساهم ومعناه إن اثنين طلب خدمة من ثلاثة وعند رقم اربعة ممكن برضو ثلاثة يطلب منه خدمة بتسلسل زي ما انت شايف كده شايف الترتيب معا يا جماعة واحد اثنين ثلاث ايه ثلاثة انتر اكشن الثلاثة تفعالية تمت ما بين الأكتورز والكمبوننت برسمة بسيطة وسهلة زي ما انت شايف الرسم ده واضح إنه متسلسل صح سهل بعده سهم ثاني سهم ثالث واضح إنه فيه تسلسل في الرسم طيب هل ممكن أن يؤدي هذا إلى ردود أفعال طبعا ممكن أربعة يعمل كدهوت السهم منقط معناه فيد باك أو يردع على رقم ثلاثة اللي طلب منه الخدمة وممكن برضو ثلاثة يرد على مين على اتنين مباشرة معايا ويددوا له رسالة فيد باك والأكتر من كده يا جماعة كمال ممكن ثلاثة يدي رسالة فيد باك لرقم واحد مباشرة إذن الخطوط المناقطة دي جماعة معناها فيد باك أو ميسجز أو رسائل ممكن تظهر أثناء تفاعلات الكمبوننت مع بعضها تيجي نشوف مثال هنشوف مثال بردو وبردو على ميديكال هيلس كيرس سيستم اللي احنا خدناه قبل كده عندك على سبيل المثال ميديكال ريسبشنست معناه موظف الاستقبال اللي بيستقبل المريض طيب هذا أكتر ويتم رمزه برمز إنسان شخص هوا برسل زي ما أنت شايف طيب مكونات النظام من جوه بيقولك أنت عندك مكونات النظام ما يلي عندك بيشانت انفورميشن دي مكاون من مكونات النظام عندك داتا بيز قاعدة بيانات تحتها على بيانات المريض وعندك أسرائيزيشن سيستم سيستم يقولك هل أنت لك صلاحية تدخل على النظام ولا لأ افرض الميديكال ريسبشنست دوة واحد ما نعرفوش عايز يدخل على النظام نسمح له لا ما نسمحلوش مين اللي يقول الكلام ده اللي يقوله الاثرائيزيشن طيب إيه الحكاية بقى جماعة واضح إن الميديكار ريسبشنست طالب طلبات والطلبات فيها تسلسل تعال هنشوفها مع وعده دلوقتي بنقول الميديكار ريسبشنست بيبتدى طلبه بيقول إيه أنا عايز أعرف انفورميشن فيو انفورميشن عن البيشنت بدلالة رقم البيشنت البي اي دي إذن طلب من النظام من أحد مكونات النظام اللي هو البيشنت انفو انفورميشن للبيشنت طلب منه طلب أعلى وهو معلومات عن المريض ايه بي دي جامعة شايفين رقق اللي هو حرف بي ده شايفينه بي معنى ايه كلمة بي معنى هذا لقطة لحظية من البيشنت انفو يعني بشوف البيشنت انفو في هذه اللحظة يتم التعامل لحظيا مع هذه المعلومات جميل طيب بعد كده نكمل كلام البيشنت انفو مش هيقدر يديني معلومات مباشرة لازم ياخدها من قعدة بيانات يبقى يعمل ايه يروح يد طلب ويقول ينادي على قعدة البيانات يتقول لها لو سمحت يا قعدة البيانات احنا عايزين منك معلومات عن المين عن المريض خلي بالك من التسلسل سيكونز التسلسل مش كده احنا عايزين معلومات عايزين انفو وهديكي كمان دلالة البي اي دي الايدنتفاير او رقم البيشنت وايه كمان وهديكي كمان رقم اليوزر اللي هو مين اليوزر ده اللي هو الميديكار رسبشانست اللي طلب الطلب طب وانت وانت كمان متدله اليد ليه يعني ليه متدله اليوزر اي دي علشان يعرف هل الراجل ده اللي هو صلاحية ياخد المعلومات ولا لا اه اذا قاعدة البيانات مش هتزكت تعمل ايه بقى تروح تقدم طلب للسيريزيزيشن سيستم اللي هو نظام الصلاحية الذي يبحث عن الصلاحية وتقول له خلي بالك الراجل ده عايز مني معلومات ورقمه هو ده قديله صلاحية يشوف المعلومات ولا لا ايوه يقوم ايه بقى يقوم الاسيريزيزيشن سيستم باعت رسالة يقول لها valid or not valid هل ده له صلاحية ولا مالوش صلاحية يبعت لها رسالة لايه ها هل اقدر اديله معلومات ولا لا اذا لو لو صلاحية بنرجع المعلومات اللي بيشنت انفو وبعد كده يا جماعة اصبح دلوقت الايه ها الميديكا رسبشانيست يقدر يشوف المعلومات اللي هو طالبها يبقى اذا ده جماعة مثال بسيط وايه هو مصغر يعني ايه سيكوانس ده جرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته